أنا أعتقد أني خذيت أصوات من قبيلتي ومن أهل الدائرة يعني أعتقد أنها كانت جداً ممتازة تتوقعين حظوظك في الانتخابات هذه رح تكون أوفر يعني خاصة اعتمادك على الأصوات النسائية لاحظني لا هو خنكون يعني شوية دقيقين تقريباً كان عدد الأصوات اللي خذيتهم من النساء مقارب إلى عدد الأصوات اللي خذيتهم من الرجال وهذا باين كان في التصويت أو في الفرز الصناديق تطرقتي محامية ذكرى أني قلت يا أنا مثل أبناء دائرتي أو مثل أبناء الكويت مع العلم أنه كان في احتفالية لبنية عبس في السودان وكنت زايرتهم كنت منحازة شوية لغبيلتي يعني بديت القبيلة على الوطن لا أبداً أنا عمري ما رح أبدي القبيلة على الوطن أصلاً أنت ما أنا الأولاني هو للوطن معنا شعارة السابق أنا قبلية وبس أنا وطني الكويت يعني بديتي الوطن في السابق لا أبداً كنت تقولين لا لا أنا قبلية ولا أزال أنا أقول أن أنا قبلية وبنت القبيلة اعتز بأهلي واعتز بقبيلتي لكن انتمائي الأول وهذا حتى يعني انتماء أهل قبيلتي للوطن قبل انتماء القبيلة كل إنسان يعتز بقبيلته ويعتز بعائلته ولكن لا يمكن أني أنا أنحاز بعيداً عن انحاز الوطن بعض المرشحات يقولون الحكومة تدعمها والاتهام هذا موجه لكي من الحكومة تدعمني؟ لا والله لا الحكومة تدعمني ولا شيء أنا أخذت فرصتي من الشعب ومن ثقة الناس الناخبين اللي في دائرتي والله الحمد وهم اللي دعموني بأصواتهم بتصويتهم بوقفتهم معاني ما في حتى دعم مادي من شخصيات هم أنا أساساً نازلها حتى من 2008 وذكرت في عدة مواقع وأماكن بالفعل نازلين على مجهوداتنا المتواضعة الشخصية لا الحمد نفتح لنا أبواب مع الناس من خلال تعاملي معهم من خلال علاقاتي من علاقات الأهل وفريقي هو أهلي وناسي إخواني عيال عمي ناس الأقرباء زوري للدواوين الدائر الرابع ولا أزال نعم حتى أنا قلت لك في الفترة السابقة في السنوات السابقة وإحنا ما كنا في فترة انتخابات كنا متواصلين مع الدواوين سواء من قبيلتي أو من العوائل الأخرى في صعوبة بزيارة الدواوين خاصة الرجالية يعني خاصة بدأ رضا إحنا ما نزور شيء ما نطق باب أي دوانية وننزل مثل يعني ما ينزل للريال ويزور أو النائب أو الناشط إحنا يكون في ناس علاقات يعني تكون أهمى يدعونا لهذه الزيارة مثل الآن إحنا بالانتخابات الكثير دعاننا سواء من قبيلتي أو غير قبيلتي من القبال الثانية من الحضر اللي موجودين في الدائرة ننتقل لهم بالتنسيق معهم بالنسبة لللي دعمونا وكانوا معانا في الفترة السابقة كدواوين بالفعل إحنا انتقلنا لهم في المناسبات وفي يعني الفترات البعيدة على أساس يكون مجرد تواصل فيما بيننا وبينهم بعد خوضة انتخابات عام 2009 ما تم عليك العرض تعيين عضوه في المجلس البلدي؟ لا ما تم العرض أو كمناصب قيادية بالحكمة؟ أنا خطي الآن أصبح في الانتخابات وأنا فعلا راغبة وطامحة أني أنا أكمل مسيرتي وعملي الانتخابي وأنني إن شاء الله أكون أنجح بأصوات أهل دائرتي بس أكثر الاتهامات قاعد يتهمونك بأشياء أنت إن شاء الله أنت بعيدة عنها بس قاعدت تحاربين من قبل الدائر الرابع إشاعات يطلعون عليك إنها نزلينها ناس دعمينها بثلوس يعني انتهامات كثيرة يعني هذه الإشاعات سمعتها حتى في انتخابات 2009 وقالوا عن حتى حملتنا الانتخابية وأعتقد اللي كان قريب من عندنا أو كان يحضر من عندنا كان يرى عنها جهود فردية لإخواني وأهلي وناسي اللي كانوا يعملون في حملة الانتخابية وفي فريقي وبالفعل بأمور متواضعة جدا يعني حتى إحنا ما كان في ديش الفترة عندنا مثلا موقع لمقر غير أن يكون عندنا حاطين بيت معين وإحنا ننتقل في الصلاة في الدائرة وتعرف أن الدائرة كبيرة فكنت أنتقل بصلاة الأفراح لعمل ندوة أو لقاء مع الرجال لكن اسمح لي خانا أقول لك شغلة دعم أو ما دعم أنا لقيتها من أهل الدائرة وهذا ثقة شبيرة غالية أنا أحتز فيها وبالفعل هي اللي عطتني القوة أني أكمل هذه المسيرة وإن شاء الله نحصل على ثقتهم هالمرة أكثر زميلة تستابغ اللي خضت الانتخابات معاك الأستاذة ذكرى المجدلي يقولون تشابه الاسم أثر تأثير كبير عليك هذا هذه الأقوال سمعناها كثير من الناس لأن الناس ما تعرف أنه في ذكرى الرشيدي وفي ذكرى المجدلي وبالفعل نظام الانتخابات أو نظام عرض أسماء المرشحين حسب الأبجدية فما يميزون يفترض أن يكون هناك تمييز أما بيوضع صورة مثل حال الانتخابات في الدول الأخرى يضع صورة للمرشحة حتى الناس أو كبار السن نتمنى وطالبنا كثيرا أن يكون تمييز مو بس بالنسبة لي أيضا في متشابه الأسماء في حق مرشحين في دوار أخرى كثيرة توقع الناس في الغلط ورقة الترشيح الأي فور أسامي كثيرة يعني وانت يبيلك ويت كنت قاعد تدور أكثر وهذا يسبب خطأ النسبة للخطأ كانت كبيرة أستاذة ذكرى لحبتيها يعني بعيد الأصوات مما وصلنا من الكلام الناس النسبة كانت كبيرة ما كانوا يعلمون وننوهنا بالفعل في الدائرة مرشحة أخرى اسمها ذكرى المجدلي لكن الناس يمكن اللي سمعنا أو حتى جاءنا من خلال كثير من الناس اللي تعاملنا معاهم أنه ما كانوا يعلمون فيفترض بالفعل يكون هناك مثل تنبيه على الناس أو يكون هناك حتى تمييز في الأسماء مضع رموز للأسماء يعني يفترض أو أنا اقتراح أنه يكون هناك صورة حكي المرشح أو مرشحة دور الأربع النائبات السابقات بوجهتنا أبرج النائبات الأربع مجرد أنا أعتقد مجرد مشاركتهم في العمل السياسي ووصولهم عبر الانتخاب العام كان هذا إنجاز تاريخي يحسب للديمغراطية الكويتية ويحسب لشعب الكويت اللي أعطى أصواته لهؤلاء النساء لقناعته أنهم قادرين على العمل هذه كجزئية أولى أيضا النائبات يجب أن لا نبخسهم حقهم ولا نبخسهم عملهم واجتهادهم اجتهدوا في الكثير من الأعمال بانت من خلال عملهم في الليجان أعتقد أيضا إنجاز قانون المرأة يعد أيضا إنجاز كبير أو يحسب للمرأة النائبة في مجلس الأمة نحن كنساء في الكويت بالفعل كنا نطمح سنوات طويلة أن توضع هموم المرأة الكويتية في النقاش في مجلس الأمة كنا نأخذ وعود من النواب الأيومان ما طرحت هذه لكن اسمحني الأربع النائبات يقولون حسب المرأة منهم أنهم كانوا ضد المرأة الأربع نائبات كان بوجهة النساء الكويت أن أداءهم كان ضعيف الأربع نائبات نفسهم قاعد يقولون قللوا حظوظ المرأة في المستقبل بسبب دورهم اللي يسوا لا أنا أقول لك أرى الناس يعني الناس لا يمكنها تتفق على رأي واحد إذا أنا أرى مثلا أنهم أنجزوا في اللجان أنجزوا في الكثير من اللجان اللي دخلوا فيها ويكفي إنجازهم لقانون المرأة وإن كان لي تحفظ على قانون المرأة أنه يحتاج بعض التعديلات وهذا حال كل قانون يصدر جديد أنه يكون بعد ذلك من خلال العرض ومن خلال اللائحة أنه فعلا في ثقرات معينة أو في جزئيات لم يتطرق لها هذا يحتاج إلى تعديل ولكن أنا لا أبخصهم حقهم في أنه فعلا يجب أن نكون عادلين أن المرأة ساهمت ردي أنه ممكن بالفعل يكون هو يعني مواقفهم كانت حسب قناعاتهم وهما اشتهدوا للنساء يبقى ناخبينهم هم من يقررون إذا كان بالفعل مواقفهم تتناسب معهم أو ما تتناسب مع لاحظنا الحديث صار بالشارع أكثر شيء أن حظوظ المرأة في الانتخابات هذه رح يكون قليل إذا ما ضعيف فهذا رح يكون ضعيف جدا بسبب أدائها في المجلس السابق أنا أتأمل ولحظنا تعارض المرأة نفسها النائبات صارت فيه مشاكل بينهم ومن بعض ولاحظنا كذلك أن أنت قلت تضارب الناشطات السياسيات بينهم بين بعض بالألفاظ البديئة هذا التصريح تضارب؟ الناشطات بينهم وبين بعض وليس النائبات الناشطات بوجهة في أي تصريح متى هذا كان أنا لم تتكلم عن الناشطات ممكن أن أتكلم عن النواب ممكن أن أتكلم عن التقاذف بالألفاظ يعني ممكن أن يكون شيء بس لم تتكلم عن الناشطات لكن إذا نتكلم عن النائبات أو حظوظهم أو المرشحات الآن أنا أتمنى أن بالفعل يكون للمرأة نصيب في التمثيل النيابي أكثر من السابق لكن هو عالميا يعرف أن دائما التجربة الأولى في نجاح المرأة ووصولها إلى البرلمان يعقبه بعد ذلك يعني أن تكون النسبة أقل من النسبة الأولى هذا عالميا موجود في كل البرلمانات والدول الديمغراطية أنا الأمانة أتمنى من كل دائرة يكون هناك تمثيل نسائي وأن تصل النساء للقادرات فعلا هم كفاءة ويمثلون المرأة الكويتية ويمثلون الشعب بكل جدارة في مجلس الأمة أتمنى هذا الشيء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع في التجمعات النسائية السياسية يدعونك؟ طبعا أكيد أنا مشاركة مع العلم أن هناك يعني بحكم خلينا أتكلم معاتي بشفافية بحكم أنك قابلية يحاولون يبعدون تقدر المستطاع وحظوظك أكثر هذا اللي نشوفه قاعد تلمسه يعني ألاحظت بدايتك كل إجاباتك دبلماسية وإن شاء الله تجردين من هذه الإجابات النسائية لا لا أنا معلش أنا أقول لك بما فعلا أشعر أن يكون من العدالة أني أنا أنصف للناس سواء النساء أو الرجال وأتكلم بكل شفافية إن شاء الله بأن فعلا أنا قلت لك مواقف بعض النائبات مؤانة ليقيمهم يقيمونهم دوائرهم وناخذينهم وقواعدهم لابدوا تقيميهم نعم قيمت أنا أنا قيمت أنا مجرد مشاركتهم وإنجازهم لقانون المرأة وجودهم وحضورهم في الجلسات حضورهم في اللجان كان شيء رائع بالفعل في الحضور إحنا شفنا بعض النواب للأسف الشديد لا لصوت ولا لمقترح ولا لأي حديث في مجلس الأمور لا أرى لا أتكلم أنا أقول لك شغلة أنا أعترض دائما على أن المقارنة تكون ما بين الرجل والمرأة وأن أنت قاعد يعني تقيمها على أساس أنها امرأة يجب أن تكون يعني المقارنة أو يجب أن يكون الحكم على الأداء النيابي فقط وليس على أنها كونها امرأة أو رجل يعني هذا الشيء يجب أن يكون مبدأ في تعاملنا وهذا الشيء بالفعل أنا دائما يعني أطمح لأنه يكون تقييم الناس لي كأداء نيابي كعمل سياسي وليس كأن أنا هل أمرأة يعني ممكن أكون في هذا العمل أو لا أكون أو عند أقدمت على التسجيل في إدارة الانتخابات كان لتش تصريح قوي هذا يعني لأول مرة أشوف تصريح لتش قوي بكلمة سوف أكون شريسة في محاربة الفساد أنا ما قلتش بهذا الطريق لا القرية تمتوبة شريسة أنا أقول لك أكيد أنا سألوني سؤال وبالفعل عن الفساد أكيد بالتأكيد أن أنا سأكون إن شاء الله يعني محاربة قوية وشرسة للفساد في مجتمع الكويتي وأكون محافظة للمدر موجود الفساد عندنا؟ نعم موجود الفساد عندنا؟ بكل تأكيد الفساد أنا من سنوات طويلة والفساد ما كان فقط في هذه السنوات ولكن هو يعني زاد وازداد في هذه السنوات وإنما هو موجود من سنوات طويلة وهو متراكم أعتقد يعني ما لقى فعلا في السنوات السابقة من يقطع دابر هذه يعني للثغرات أو الفساد اللي موجود في البلد استاذ ذكرى في بداية الانتخابات أو أول من زولة بالانتخابات لاحظنا كان اسم الاستاذ الذكرى الرشيدي كان ضعيف ولاحظنا بالفترة الحالية أن الاسم صار غوي والكل قامت داولة استاذ الذكرى الرشيدي ذكرى الرشيدي فلاحظنا حتى الدائرة الرابعة صار لك ثقل في الدائرة الرابعة لاحظتي الشيء هذا؟ الحمد لله إحنا موجودين في الدائرة ولنا ثقلنا ولنا قواعدنا وأنا متواجدة فيها ولكن ربما تأخيري في إعلان ترشيحي هو اللي ترك سؤال لدى الناس هل ذكرى تبتترشح أو ما تترشح وبالفعل وصلني هذا الأمر لكن في الحقيقة أنا كنت قاعدة أدير حملتي الانتخابية ويعني قاعدة مثل ما يقولون زهب حملة الانتخابية حتى تكون يعني اختلفت تجهيزات شتب السابق عن الفترة الحالية بالتأكيد الخبرة لها دور شبير يعني نحن الآن داخلين في التجربة الثالثة في الانتخابات وفي العملية الانتخابية لنا أمور كثيرة يعني خاصة فينا توقع في مفاجآت بالدائر الرابعة نعم في مفاجآت راح تصيب بالدائر الرابعة إن شاء الله أتمنى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون تكون مفاجآت لمصلحة الكويت ويكون التغيير للأفضل راح تخوضينها إن شاء الله مستغلة أنا خيضتها مستغلة أساسا بس ما تلاحظين أنها صعبة عليك قوائم وأنت بروحك بالتأكيد هو على مستوى الكويت ككل مو بس دائرتنا لكن دائرتنا تميز إنها الدائرة الأكثر صعوبة يعني بالنسبة للدوائر الأخرى ولكن أنا أقول أن من البداية أنا لما قررت ونويت ترشح في هذه الدائرة أعلم هذه الصعوبة وأعلم التحديات والصعوبات التي تواجهني في هذه الدائرة لكن أعتقد أن ما وصلنا له يعد نجاح على مستوى هذه التحديات الموجودة تراهنين على المرأة أم القناعات أم على الرجل بالدائرة عندك أنا أراهن على أن يكون المواطن الكويتي في هذه المرة هو المنقذ للكويت ومستقبل الكويت أراهن على الشعب لأن الشعب في هذه المرحلة سيكون هو من بالفعل يرسم طريق المستقبل للكويت ولشباب الكويت واللي حاضرنا قبل مستقبلنا الحراك السياسي اللي عشنا في السابق وما زلنا نعيش عاطة نزج للمواطن أو للناخب الكويتي؟ المواطن الكويتي السابق هو أساسا عنده وعي وعنده نزج السياسي ولكن أعتقد الحراك الشبابي بالفعل حرك من كانوا يتركون الموضوع للآخرين شاركوا بأنفسهم في هذا الحراك السياسي وحاولوا بالفعل أن يكون لهم الدور في القيادة على الأقل القيادة الشعبية على مستوى الناس أنا بنعرف أستاذ ذكرى رأيك القانوني في حل مجلس الأمة السابق مجلس الأمة أنحل وأصبح حل واقعي الآن وأساسا أنا مرشحة في الانتخابات لا بحكم للسؤال أنه دستوريته هناك فيه طعن في عملية الدستورية هو دستوري وهذا حق من اختصاصات صاحب السمو عايش هذا الوضع نعم أنا دارس القانون ودستورية وأقول لك أنه حل دستوري هو من اختصاصات صاحب السمو محامي يا ذكرى رشيدي ليش وصلنا